بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اشتركوا في القناة في المهي أو بالمهي عن الشرب قائما ولكن هناك أثر وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث من كان حوله في المجلس بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما قال له قائل أرأيت الأكل؟ قال هو شر قال هو شر هذا الصحابي أقول هنا ينبغي أن نتبعه لأنه لا يجججينا شيء نقالفه به لكن التفريق بين الأكل قائما وبين الأكل ماشيا فالأكل ماشيا يجود لأنه لأنه جاء المصر الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما الأكل من قيام فليت فيه مصر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلبا ولا إجابا وإنما عندنا هذا الأثر الصحيح عن أنس المالك وبه نعمل يذافي لذلك شيء آخر الشيء الأخر هو ربما لاحظ بعضكم في هذا العصر أنه صار من مغضة الكفار أن يأكلوا قياما والكراسي موجودة لكنهم لا يجلسون على استكبار في نيرين يزداد الحكم السابق قوة أيها فنقول نحن ما أثر أنس لأن أنسا يعلم ما لنعلم ولأن الكفار اليوم والذين يتشبهون بهم من المسلمين يأكلنا قياما فنحن نخالقه موسيقى 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 موسيقى